اللي بتتخور هتتعور وساعات يكون الثمن غالي لكن العلم الحديث بيوفر إلى حد ما فرص لأولئك الذين يصابون إصابات كبيرة البي أربي هذا العالم المثير مع ضيفي العزيز الحقيقة اليوم لقاء مهم جداً مع قمة علمية كبيرة وإسم كبير وأنا بعتقد أن هذه واحدة من اللقاءات القرن الواحد وعشرين يعني إيه اللقاءات في القرن الواحد وعشرين؟ يعني العلم الحديث جداً في عالم العناية بالعمود الفقري وبالعضلات ضيف العزيز الاسم الكبير الأساس دكتور عيمان عينب في قوانين في الجسم ما نقدرش نبدلها ولا نغير قلم فضائري ده نزل لقضروف نزل لقضروف يعني أعمل اللي هو مش محترف يتجنب المخاطرة العالية لأنه هدفع تمانها غالية 15 سنة بأخد علاج مش بتاعي دمروني بجد إذا إحنا نقصر القانون ده ونوصلك لمرحلة البناء والتصريح البي أر بي عزي العالم المثير لا فيه أولويات وأنا ما بفكر العين بفكره في الأولويات دي أني بشهر هخفه هرجع لطبيعة شو عمري ما كنت أتخيل كده؟ الأستاذ الدكتور أيمن عنب أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية طب جامعة القاهرة حاصل على دبلومة علاج الألم بتنظيم فيسيولوجية الجسم ميلانو إيطاليا زميلة جماعية العالمية لجراحات مناظر العمود الفقري فرنسا ضيف العزيز الاسم الكبير أستاذ دكتور أيمن هارو أهلا بيك دكتور أيمن أهلا بيك دكتور وحشني والله وانتك يا والله الحقيقة النهاردة عنواننا البي أر بي يصلح ما لا يمكن إصلاحه صح كده؟ صح وأنا دايما أنا بقى بقول الاسم الثاني للحلقة النهاردة حلقة القرن الواحد وعشرين العلاج للقرن القادر القرن الحالي والمستقبل لكن عايزة أبدأ الأول إيراك في اللي احنا شوفنا دلوق أه طبعا الإنسان بنيته ضعيفة زي ما حالك كنت قلت قبل كده في حلقات قبل كده احنا ما عندناش حاجة تحمينا من بره احنا شوية لحم عضلات سهل تكسر مفاصل كتيرة أو بتتحرك سهل تتمزق فأي إصابة بتنتج عنها كارثة المحترفين وغيرهم يعني برضو من أسوأ رياضات اللي زحلاء أعلى التالج ده ده ليه مشاكل وكسر عمود فقري هقول الأسف اللي بتكسر أو بيبوز في العمود الفقري أو في الجهاز العصبي ما بيرجعش تاني لغد دلوقتي اللي ممكن قدام الدنيا تختلف إنما كل واحد يتجنب المشاكلة هم محترفين فده وظيفته الرئيسية فقدامها عواقب وساعة بتحصل وساعة في نسبة مخاطرة عالية فمش كل الناس كده النما اللي هو مش محترف يتجنب المخاطرة العالية لأنها تفعت منها غالية اللي بيلعبه بالبتاعات الكور الكبيرة دي تساعات التهور بيخليك تقعد تطع عمرك تتعالج بمشكلة أنت كنت في غنى عنها بسبب رياضة بسبب يزار مع واحد أنا جالي مرة عيان بيقول لي أنا سواء تاكسي بهدلني ضرب فرمالة فجأة وما خبطش في حاجة بس طلعوا قدام فجأة رقبت وتمزقت وعايش بقاله سنة بيتعالج بينها بس عشان فرمالة تاكسي يعني فأنت عندك مشكلة أن سهلة تتصاب فخلي بالك ده هيجورين للسؤال الأول الالتهاب كلمة رخمة وصعبة بس أنا أول مرة النهاردة وإحنا بنجهز للحلقة أعرف أن فيه أنواع التهابية وأنواع ألم في العضلات والفقرات والمفاصل فيه أنواع للتهاب والألم ما هو الألم بتصاح بالالتهابات دايما إنما إحنا فيه عندنا نوعين من الالتهاب فيه التهاب ممكن يشفيك وفيه التهاب ممكن يموتك يعني إنت دلوقتي عندك العربية لما بتيجي تدورها لو البطارية كويسة مرة واحدة بتدور المطور بيشتغل بتمشي صح؟ لو البطارية ما بتديشه فولت المناسب بتوعب تدور كذا مرة لما تستهلك طاقة البطارية الالتهاب المزمن ده التهاب بيدي مقدار معين من الالتهاب الجسم مش قادر يصلح معاه المشكلة فبيقعد يستنفس طاقة الجسم لفترة طويلة فبيدخل العيان في مشاكل تانية فده التهاب ممكن يموتك الالتهاب الحد ده التهاب بيوصلك لمستوى التصليح المناسب اللي بتخفي معك فعشان كده المرضى المزمنين بيقولك أنا بقى لي عشر سنين بلف عند كثرة وما قصرتش هو معا حق بس هو الجسم ما تصلحش ما تصلحش ليه؟ عشان ما وصلش للمستوى المعين ان نبدأ مع التصليح طبعا حضركي عارف الاكشن بوتنشل وقول ارنان لو في قوانين في الجسم احنا ملزمين بيها ما نقدرش نبدلها ولا نغيرها القوانين دي اذا وصل التهاب لمستوى الحد تبدأ الخلاية تخش تبدأ عملية البناء تحصل لو ما حصلتش هتعيش بيه طول عمرك ودي حقيقة سبتة الخشونة وقلام العضلات اذا طولت عن كذا شهر ثلاثة لستة شهور يبقى انت معرض تعيش بيها طول عمرك ازاي احنا نقصر القانون ده ونحاول نمشي عكس الطبيعة ونوصلك لمرحلة البناء والتصليح بحقن الصفاحة الدموية والبلازمة اللي هي اسمها البي اربي هنتكلم عنها بالتفصيل هل بقى هل الحكاية دي يعني بتجيب نتائج ولا لأ هل في ناس كتير بستعملها ولا لأ احنا عندنا قانون كوني ان الحاجة المفيدة بتفضل والحاجة اللي مش مفيدة بتختفي صح يعني انت اكيد سمعت عن كذا صحيحة في الطب طلعت واختفت او كملت وكبرت وانتشرت لان يعني فيه اية هنبدأ بيها بس فاما الزبت فيذهب جفاءا واما ما ينفع الناس فيمكس في الارض فدي قانون كوني موجود في خلال السنتين اللي فاتوا انا سبحان الله لقيت كمية ناس بتشتغل بالبي اربي دا كاترة وجامعات دخلته ومستشفات تبع مراكز كبيرة من هالجيش دخلته وبدأت تحقن به وبدأت النتاج تبقى هائلة بيجي لي ناس من الاقاليم والمحافظات في مصر مختلفة بيقولوا احنا حقلنا وتحسلنا او كذا دكتور بدأ يحقن الانتشار زاد ده دليل على النجاح الحمد لله واحنا عندنا كمية عينين كتير جدا محتاجين تصليح مش تسكين الاثار الجانبية المسكنات عنيفة ما عندناش بدائل للأسف فهو اصلاح ما لا يمكن اصلاحه بدونه دي حقيقة ما فيش تغير في ميجا ستار وناس رأس ملهم في جسمهم اتعالجوا بالبي اربي جارس بيل ندال النجوم الرياضيين يعني جارس بيل ده نموذج ليه العلاج بالبي اربي فيه اصاباته كانت ممكن تطول فترات طويلة جدا طبعا واثرها بالبي اربي صحيح زي محارج بتقول برضو الاصابة في اولها الجسم بيبقى لسه مستعد انه تصلح الاصابة بعد فترة طويلة بتبقى مزمنة بتتكون كذا بقرة قلم ما بتبقاش واحدة بس ودي برضو فكرة العيان بالعملية اللي عنده غضروف اللي بقاله خمس سنين عنده غضروف زي اللي بقاله ستة شهور لأ طبعا اللي بقاله ستة شهور ده حيشيله غضروف حيخف اللي بقاله خمس سنين ده حيشيله غضروف حيخف 30% مين اشهر اماكن القلم اشهر اماكن القلم هي اماكن المفصلات هي مناطق الحركة ايه اشهر مناطق الحركة عندنا الرقبة زي دي كده ده مفصل فك طبعا من العشمال وده من أسوأ مناطق الصداع عند المرضى ومفتكر دايما أنه عنده العصب الخامس ويطلع مفصل الفك الرقبة مشكلتها كمان أنها بتعمل دوخة وبتعمل إحساس الترجيع والصداع المستمر دي منطقة مفصلة أنت دايما قاعد على الموبايل برقابتك قاعد موطي وانت بتكتب على المكتب فدي منطقة مهمة جدا في الحركة نص الظهر وآخر الظهر لأن دي الثلاث مناطق اللي فيهم حركة طبعا الرقبة وآخر الظهر هما نمرة واحد لأنه نص الظهر ده فيه فقرات صدرية فإلى حد ما محجمة الحركة شوية فما بتتصابش كتير قوي إنما آخر الظهر دي هي اللي بتنقل وزنك على رجلك فدي دايما مفاصل الحوض اللي بتلقبط مع الدسك وآلام أسفل الظهر اللي بيقوم من النوم ظهره مش عارف تحرك منه وساعات ممكن يقعد يومين ثلاثة في السريج مش عارف تحرك بسبب نبات القلم اللي بتروحه وبتيجي مع الشتاء مع تغيير المواسم مع الشغل التقيل فكل دي أماكن كتيرة جدا طبعا الكتف كل ما بتشيل حاجة بيدك تقيلة كتفك بيتمزق عضلات كتفك من ورات تفتكرها إنها الفقرات دي برضو من أشهر الأماكن بذات في السيدات مناطق التندو أكيليس اللي هي بيسموها العرقوب وطر الرجل فدي وطر العضلة ماذا ينبسوا كعبة عالية كعبة عالية بالزبط هو ممكن كعبة عالية بالمشاكل جامعة مفصل الصبع للصام اللي هو الإبهام ده من أكتر أماكن الألم وطبعا عضلة السمانة اللي هي طبعا اللي بيتمشيك فدي عليها لود عالي جدا فدي من أشهر أماكن الألم هنا في سؤال مهم جدا هو سؤال واعتقاد في نفس الوقت المريض العربي والعالمي طالما الألم طول عنده وزاد لفترات طويلة بقاله سنين يعني هو نفسه بيبقى معتقد وبيجي لك بالجملة دي أنا بقالي سنين متألم ومتعايش مع الألم ده وبقى جزء من حياتي وعندي إحساس جوه إنه عمره ما يروح هل الكلام ده علميا صح والله كان لسه عندي مريضة ستة جميلة سيدة فاضلة فوق الستين بيجي لها ألم في ظهرها جامد جدا بقعادة عشر أيام في البيت ما بحركش قالتلي أنا ما عنديش للأسف رفايات العجز أنا ما قدرش يقعد في السرير عندي واجبات كتير بقوم بيها و أنا كنت معتقد إنه حيجي ليوم في الأيام إنه ظهر عيخف إزاي أنا مش عارف ستة دي الحمد لله خفت خفت تماما تشوفت مية في المية وكل ما شوفها بتقعد تدعي لي ستة جميلة جدا هيتعتمد على إرادة المريض المريض اللي عنده إرادة بيدور على حل وحيوصل له ويمكن إحنا لو تكلمنا على أنواع المرضى في المريض طبعا عنده طاقة سلبية كتير وده دايما ماشي محبط وعنده دايما تراكمات نفسية فدايما بيقول إنه عمري ما حيخفه عايش كده وفي مريض دايما عنده طاقة إبجابية بدور على علاج مختلف ودايما حيلاقي حله وبيتعاون ده مريض هايل أنا هقف عند حتة مهمة جدا والحيق إنت ديك يعني زي ما بيقوله الفضل الكبير في توضيح هذا الأمر بالنسبة للمجتمع الطبي لإنه الحكاية دي كانت عاملة مشكلة كبيرة للأشعة العيان بيروح الإنسان بيروح يعمل أشعة تبقى للأشعة أنت محتاج واو عملية أنت كارثة أنت زي ماشي على رجليك الأشعة بتوريك أنا بشوف ناس صحابي كده جي بالأشعات تيجي تشوف الأشعة مخيفة والرجل ماشي وبيلعب حرك عادي معاك حالي مشكلة خالص فهنا نقف شوية قدام الحكاية دي هل نحن في المجتمع الطبي نعالج أشعة أم نعالج أعراضه كيف نميز بين الاتنين الحالة دي قضية مهمة آه جدا لأ إحنا طبعا إحنا بيعالج مريض بالأعراض أنا يعني ساعات بيجي لي عيانين كتير وبنقعد أول حاجة بقول له شاكويتك إيه أتشوف الأشعات أبدأ أتخض وأقول له غالبا دي عملية أكشف عليه أقول له الأإنسان اللي أنا قلته خالص ما لكش عملية وإحد يقول لك عملية تسيبه وتمشي على طول ليه بقى لأن إحنا الأشعة إنها ديسك أو غضروف أو مش غضروف الغضروف ده مش مؤذم السرطان يعني يعني أخره بيبقى جنب العصب لو العصب مدائق منه هيعمل أعراض لو مش مدائق هيسيبه زي ما هو كان لسه عندي مريضة من يومين نفس الموضوع شفت أشعاتها عندها زعزعة فقرات من زلال غضروفي بسألها شكوتها إيه بتقول لي ألم في الظهر الصبح بتمشي وهي فوق الستين سنة ألمها حتة التانية وفي واحد بيبقى عنده الاتنين فأنت بتوزنها هو حيخف بالعملية كم في المية لو حيخف بنسبة كبيرة سبعين ثمانين هنعمل له لو حيخف عشرين ثلاثين مش هنعمل له طب ما نعالج السبعين ثمانين الأول بعدين نسيب له العشرين ثلاثين يعيش بيهم فطبعا الأشعات هي مشكلة إن زي ما حارج بتقول التطور دلوقتي يخلى المريض دايما عايزي شوف كل الدليل اديني دليل وده مريض الدليل بيخش من الأول أنا عندي إيه قولي الدليل وحخف إزاي أو حخف ولا لأ وقولي فحصات أعمل عارف إنه حخف ولا لأ وإذا خفيت اديني دليل إن أنا خفيت ده مريض الدليل يعني ماشي بالدليل على طول عندي قضية تانية مهمة أفضل قضية خطيرة يعني وبرضا تريك الفضل في إنك أسر كان يعتقد ومازال يعتقد فيه أوسات كثيرة جدا إنه أي ألم في الظهري ده أنزلق وضروفي خلاص ألم في الظهري ده أنزلق وضروفي وأنزلق وضروفي يعني عملية والله هي وهي تلك حاجات وربع يعني هو اي أي ألم في الظهري أنزلق وضروفي وأي أنزلق وضروفي طي Rebel هذا عملية هذه معتقد رائبة جدا صحيح هس ABOUT用 معك سؤال على لسان يعني مخرجنا الجميل هني استاذ هاني عفيفي هي يعني هايسألك سؤال مهم تعال نشوف هني عايزي absolutamente بسبب نمط حياتنا في السنوات الأخيرة إننا بنقعد فترة طويلة على التابلة لويين رقابتنا أو على اللابتوب حنيين ظهرنا بالكامل والعادات الغلط في المذاكرة على السرير وشيل شنطة المدرسة التقيلة وإحنا صغيرين ومع قلة الرياضة وعدم الاعتماد على المشي انتشرت أوجاع الظهر بشكل غير مسبوك وانتشر معاها مفهوم الإنزلاق الغدروفي المريض بيحس بألام متوسطة أو شديدة بتنتشر في أسفل الظهر وفي الساق وفي القدم وبيحس بالخضر والتنميل وضعف العضلات وصعوبة في القيام بالحركة زي الوقوف أو المشي العراضي كلها ممكن تكون شائعة وبسبب الإرهاق النفسي أو البدني اللي بتفرضه علينا حياة المدنية إزاي بقى نعرف إن ده إنزلاق غدروفي ولازم نتوجه للدكتور فورا وإيه هو علاج الإنزلاق الغدروفي لإنه في ناس كتير بتفتي وده ممكن يخلي الحالة أسوأ صح معك حق هذا السؤال طيب نبدأ الأول الغدروف بيعمل ألام في الساق وليس في الظهر فأي ألام في الظهر ده مش غدروف اتفقنا؟ ده خشونا ممكن يبقى معه خشونا إنما ألام الظهر بس ده خشونا حتى لو فيه غدروف في العشاعة على فكرة ملاكش عملية اللي بعده ألام الساق ألام الساق اللي هي ألام عرق النسي لازم أما نرفع رجلو ما قدرش رفعه حق 24-30 درجة لازم يمشي يقعد في الطريق من الماشي بعد خمس لعشر دقايق لأ معه تنميل ويكونه غدروف في الأشاعة مقنع لا يعني لازم كذا حاجة مع بعض ساعات ناس بتجيلي أشعاتها نورمل وتبص على رجلو تلاقيه برضو نفس الأعراض مش عارف يمشي رجلو بتوجعه دي عضلات بقى فهو لازم يبقوا متركبين مع بعض طبعا المريض مش حقدر يوصل لوحدة للتشخيص بس أي حد حيقولك عملية لازم تاخد رأي اتنين تلاتة كمان ما ينفعش تخش على طول على العمليات الحق نفسك البول حيسبقك العين طبعا بيسمع البول حيسبقك ده بينار لأ هو ما فيش غدروف بيعمل كده إلا واحد في المية من الحالات لما يكون جاي أصلا على الكرسي بعجل فما فيش القصة دي معظم الناس بتخف يعني أنا عندي ناس في الاستشارة خلاص بيكون اختفى الغدروف أو هو تحسن والراجل بقى كويس بيقول له خلاص قفلنا قصة العملية فيعني معظم الناس بتخفي الغدروف ده مش مرعب واللي حيبقى عنده بس الأعراض دي لوحدها اللي هي ألم عرق الناس لو وصلنا لعملية حيخفوا بسرعة قوي ودي برضو المرضى اللي بنختارها يعني لو عملت عشر عينين مثلا عمليات حلاقي ثلاثة منهم خفوا كويس جدا وما سمعتش أخبارهم تاني وفكروا غرص في البيت حتى وحلاقي السبعة التانين خمسة منهم حيجوا قلولي ظهرنا واجعنا لسه ما خفناش قوي أعليجهم بقى سواء بالP RP أو بيعلاك تاني يتحسنوا برضو ويوصلوا لكويس حيتبقى اتنين بقى قاعدين كده دايما ما بتحسنوش فالعملية نتائجها من زي الناس فاكرة إن أنا حخرج سليم أخرج أرجع لشغلي بسرعة لا في حالات وحالات اختيار المريض ده مهم جدا الإفراط على طول عمليات معظم النتائج بتبقى وحشة تبتبوز حياته مدى الحياة يعني واحد أنت دخلته في ألام زيادة وفضل طول عمره وتعالج بيها ما كانش محتاجها أو دخلته في تشخيص غلط وسبت التشخيص الرئيسي زي اللي عندهم تلايف عضلي بيجي لي ناس كتير قوي عندها تلايف عضلي عامل عملية فيبروميالجي آه وغضروف صغير جدا وعمل عملية برضو مشكلة برضو للأسف في أطباء الأشعة بيكتب انزلاق غضروفي ثلاثة واربعة أربعة خمسة خمسة أولا وكلهم نطوئات لا تزيد عن واحد ميلي ما يسماش غضروف تشوف بقى الأشعة اللي مثلا تقرير جاي من بره حد عاش في أمريكا ولا حاجة اكتب لك جنبها نون سيجنيفكنس ملوش أي دليلة دلالة كلينيكية نون سيجنيفكنس يعني باللغة البسيطة كفاءتنا مش مهم مش مهم حاجة لا تذكر هو ما قدرش ينكره حاجة لا تذكر وما قدرش يخدك به آه إنما هو يقولك فيه غضروف إنما مش مهم بس يعني فلازم العين يبقى عارف إيه المهم وإيه اللي مش مهم طبعا إحنا يعني فقدنا الأولويات ما عندناش فوق الأولويات لا في حياتنا ولا في تفكيرنا ولا في شغلنا يعني غضروف صغير زي غضروف كبير ما بتعرفش تمشي زي بتعرف تمشي لأ فيه أولويات وأنا ما بفكر العين بفكره في الأولويات دي إيه اللي حيفيدك أنا حطلعك مع عملية كويس ولا ملوش لازمة قدر جنبك قد إيه عملية كم في المية بطرق مختلفة آمنة الـ PRB يمكن أحسنهم أو هو الوحيد تقريبا يعني الحمد لله أنا معالج ناس كتيرة جدا هنشوف أشعاتها يمكن منهم كانوا يعني لعبة كورة وناس كتيرة رجعوا يشتغلوا تاني ويلعبوا وبعد العملية ما كانش عارف يلعب على فكرة وده كان عنده مضروف ومحتاج الجراح وناس تانية كانت بتمشي خطبتين بتقعد في الطريق الحمد لله تحسنت مع أن أنا جراح يعني أنا أفضل دايما الجراحة أسهل لي بدأ لما أخذ مشوار كذا شهر مع المريض في العلاج إنما أنا أفضل مصلحة المريض دايما نمبر وان إذا كان يحتاج إلى زاكة طبعا إذا كان يحتاج جراحة في حالات هتحتاج جراحة بلا شك لازم نعملها زراحة بالضبط وده العين اللي بيزعل بقى إنه هو بييجي مش عايز يعمل عملية وبيفاجأ إنه ملوش مخرج إلا العملية لأنه دخل بقى في سقوط مش للرجل دخل في ضعف العضلات منظر الأشعة دي عنيف جدا بقى له فترة رجله بدأت تخس طب خلاص بقى يعني إحنا نلحق ما يمكن إنقاذه يعني البي أربي البي أربي هل البي أربي ترى إنه وصل للثقافة المصرية كما ينبغي الآن كما هو في الثقافة المصرية أه أحسن بكتير من ما بدأنا أحسن بكتير الحمد لله أحكي لي بقى أنا عايز أسمع قصص مرضى يعني وعندما يمشي كده انت شوقتني لعيبة كور ده مهم أو يعني لعيبة كورة يعني إنت ببتلجعش واحد يمشي أو راح واحد دقى يرتح ده 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 يؤدي أداء عضلي قوي دي حقيقي يعني أنا جالي وبعدين عنده غضروف كبير بدأنا بالعلاج الحمد لله تحسن دخلنا في البي أربي تحسن أكتر أنا بقوله إنت بالنسبة لبين أعظم طبيعي عمره ما حيش تكي إنما إنت يعني بيزود نفسه جدا في الحمل ده 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 أشعة تلاقي بكل ده 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 أشعة آه تانية مريض كان عنده ده يعني شايف فقرات العنقية على اليمين دي كلها من أخلاخة دي كلها زواية عظمية عدم ثبات ألم في الرأبة جامد إلا على الشمال نفس القصة ومعه غضروف عالي قوي واحد واثنين اللي السهم الأخضر ده ده نزله غضروفي جنب الحبل الشوكي واحد اثنين قطني ده حبل الشوكي المريض ده كان طبعا مرشح للجراحة ده عنده 52 سنة من أسيط وعنده كان مشكلته الماشي ما بعرفش يمشي خمس دقيقة في الطريق برضو هو خايف من الجراحة بدأنا بالحق الحمد لله هي جلسة 75% لمشي كويس جدا كلام ده من سنة ومن ساعتها الغد دلوقتي زي الفل دي حالة نمرة 2 دي سيدة من الفايوم عندها 62 سنة عندها ألام كانت بسبب دي القناة العصبية لو حضرك هتبص على اليمين هتلاقي العلامة الخضرة دي قناة عصبية دياء العلامة الزرق قناة عصبية واسعة بين الفرق بتهال دي ده نتيجة الخشونة وزواد العظمين من المفاصل فدي كانت عندها ألام عرق النسف في الساق اليومنا تحسنت برضو الحمد لله 90% 90% و70% وكده دي أرقام من بق العيان يقول له دي نفسك رقم يقول لي فالحمد لله جلسة واحدة برضو تحسنت مكملناش ده غضروف قطني اللي برضو العلامة الخضرة دي خارج ده 4-5 وجايا أنا هتلاقي حتة على العصب الشمال شايف العصب اللي بيض اليمين اللي هي عليه النوقات الحمرة ده مخرج العصب فحتة غضروف السودة دي جاي يقفل عليه ده عنده عرق النسف ألم شديد جدا ألم شديد جدا ده مريض برضو عنده 55 سنة ومشكلته إنه عنده ألم عرق النسف إنها حلمين وكان مرشح لجراحة والحمد لله تحسن بعد حوالي 3-4 جلسات يعني وصلنا النتائج 70-80% الحقن الموضعي هنا يعني فيه أماكن بقى عضلات بتحتاج لحقن بمباشر فيها صح كده؟ صحيح خصوصا إنه فيه ناس دلوقتي باقتين عندها الشاكة العضلية كبيرة قوي وصلنا بيتمرونه في الجام استات البيوت البنات عادتهم للغلط تلاقي حتة فرع بيت بلك دي بيتموت أه صحيح وبعدين طبعا تتعرف فيه ناس دلوقتي عميين بقى ولكن اللازق عارف اللازق عارفها ملوينة دي ملوينة دي والناس مبسوطة بي يعني الناس ملوينة تعت الرياضة أه أه يعني هما بيشوفوا على فاكرة اللازق دي أنا معرفش إيه دورها إيه يعني أنا معتقدش هو هو زي ما قلت حردتك مخدر لأ مفيش حاجة طولت حتخف لوحدها يعني عشان بس نبقى واضحين واللازق دي مش تفرق معها حاجة أول حاجة خالص هو بتقلل الألم زي وزي أي حاجة في الدنيا إنها ما بتعليقش المنبع نفسه إحنا اتفقنا الجسم الحالات المزمنة الألام المزمنة بيركنها في الأرشيف ما تطلعش من الأرشيف تاني هتقعد طول عمرك في الأرشيف مش هتلاحها تاني إلا تتهاب الحاد اللي بيحصل نتيجة المواد التحفيزية اللي بيقول صفاحة دموية تبدأ تنبه الجسم إن الإصابة اللي لسه حصلة يبدأ يشتغل عليها صلاحها يرجحها زي الأول إذا المطور دار ما بيطفيش لما بيخلص بطريقة بسيطة مبسطة يعني بدون ما نخش في تفاصيلة الضيئة فالفرق بين ده حاجة اسمها regenerative medicine ده هو الطب التجديدي سواء الPRP هو على رأسهم أو حاجات تانية كان برولو سيرابي البايوبانكتر فيها حاجات تانية كلها بتدور برضو المطور بس ده أحسنهم أحسنهم ليه ناتشرال من دم العيان من نفس الخلاي بتاعته كل واحد على فكرة بياخد سرعته برضو فالسن الكبير بتأخر درجة الخشونة العنيفة نتائجها مش حلوة السن الصغير أحسن الرياضي أحسن اللي عايش في جوه صحي أحسن يعني تقول لي مثلا أحسن شعوب بتعليجها أو نتائج في الشعوب يمكن الدول اللي حوالينا أهل اليمن وليبيا والسعودية عندهم جو حلو ما عندهمش تلوث طبعتهم البدوية والصحرة دي خليجي اسموهم سليم أكلهم متوازن فعنده جازل منع سليم مش تغل بصورة حلوة اللي عايش في منطقة تلوث عنيفة شامم أكل وشامم ريحة مش كويسة لا شامم جو ملوث بيأكل أكل كيماوي في كيماوي كل ده بيأفل حاجة اسمها خلايا الجزعية اللي هي مسؤولة عن التصليح حقيقة فيه سؤال لمخرجنا العبقري أستاذ هلال السويدي بس هتسمعوا على لسان مخرجنا الخارجي أستاذ هاني عشيبي تعالوا نشوف هاني هيقول ليه ألم أسفل الظهر الحاد ألم بيظهر يمكن بشكل مفاجئ وأحياناً بيكون ألم حاد وعنيف وبيوصفه المريض بشعور بحرق أو واغز سككين بتختلف شدته من معتادلة لحدة وقابلة للتغيير ألم أسفل الظهر بيحصل بعد القيام بنشاط مجهد أو صدمة معينة وممكن يحصل من غير سبب واضح الدراسات بتقول أن 80% من الناس بيتعرضوا لألم أسفل الظهر ولو لمرة واحدة على الأقل لطول حياتهم فاللي بيرفعوا أوزان تقيلة واللي بيعملوا في يومياتهم حركات إنحنائية خاطئة واللي بيسوقوا الوقت طويل واللي بيستخدموا الدراجات النارية والمدخنين ومتعاطي الكحول والحوامل في الأشهر الأخيرة وحتى اللي بيمروا بفترات توتر عاطفي أو نفسي كل دول معرضين من غير حوادث واضحة للإصابة بألم الظهر الحاد فأي علاج ألم أسفل الظهر الحاد وهل البي أر بي لي دخل في علاجه وإزاي نقي نفسنا منه وإي خطورة إهماله والاعتماد على المسكنات في مواجهته دون الرجوع للطبيب المختص كل المخرجين كل الناس اللي بتشتغل في الميديا بيشتكوا من ألم ظهر أسفل ضحل كل زمل المزيعين كل مخرجين القناة بيشتكوا والمعدين بيشتكوا من ألم أسفل الظهر يعني ليه؟ عادتهم هم عادين نظم الوعي وتكيفات عالية جدا هو بيسأل على ألم الحد وحضرتك بتكلم على ألم المزمنة فأنا هجاوب على السؤال الحد ده ألم الحد ده سيبه حيكف في الواحد يعني أنا بيجي لي واحد بيقول لي الألم لسه حصل من الأسبوعين جاي أخد بي أبي بقوله لا حضرتك خده روشتها وروح وهتجيلي غالبا كويس وبيجي كويس فالحد ده غالبا وإحنا عايزين نوصله للحد ده ودي مرحلة التصليح سيبه حيكف في الواحده المزمن بقى هو ما عندوش أمل أنه يكف في الواحده للأسف فلازم نرجعه للحد بإلحقن بي أر بي ده لو الألم دايقة يعني إيه؟ معطلة شغله بيغيب عن الشغل كذا مرة في الشهر بدأ يتهدد يعني كان عندي مريضك كان عنده ثلاث عضلي المريض دوت كان تقريبا حيتفصل من شغله وقاعد كذا سنة في البيت ما بيخرجش حبيقولي حتى المناسبات ما بروحش عاملها لعازها ولا الكلام ده الحمد لله دلوقتي بيدور على شغل تاني برضو ده من ضمن الحاجات المزعجة حتة دي حتة دي مزعجة جدا جدا دي عضلة اسمها تروبيزيس دي أكتر عضلة بتشيل إيدك طول ما انت بتشيل في إيدك طول ما دي شغالة تشيل تقيل دي تتمزق تلعب جامد دي تتمزق دي عضلة مزعجة جدا وبتضرب تنميل في الإيد بالكتف طزيعة طزيعة دي برضو بتتحقن بتتحقن الحقن احنا بناخد كذا طريقة في الحقن بأعماق مختلفة ممكن نوصل للعضلة الداخلية وفي عضلة تحت عضلة وممكن ناخد العصب اللي تحت الجلد وممكن نوصل للمفصل جوه المفصل على حسب الأطولة اللي مشتغل بيها وعلى حسب احنا عايزين نوصل لإيه في الآخر طبعا احنا بنشتغل حاجة اسمها ساعات سيجمنتل سيجمنتل يعني منطقة معينة بتتحقن بطريقة معينة بحيث تتفرش وكلهم يوصلوا للتركيز الداخلي للعضلة ليها طبعا الحقن تركيزات معينة علشان ساعات الزيادة في التركيز بيقلب بالعكس وساعات برضو تركيزات القليلة ما بتديش النتاج الكويس فكل واحد ليه المناطق بتاعته بالكمية بتاعته دي طبعا الأنكل بالأربطة بتاعتها من أسوأ الأماكن كان خنقت العصب برضو من أحسن الحاجات اللي بتخفها ما بايتش عمل عمليات تسليك عصب دلوقتي بقال لي كذا السنة بسبب كل ناس بتخف بالحقن من يعتقد أنه يائس أو لا أمل ده ألم مزمن بالوسني دي قل له إيه طبعا إن شاء الله في أمل بس برضو أنا بقول لعياني مش هناخد أمال عنيفة علشان ما نخبطش في السقف كل واحد ليه الأمل بتاعه ويه المقدرة بتاعته يعني اللي عنده 70-80 سنة من زي اللي عنده 20-30 سنة اللي جاي في درجة خشونة خمسة من زي الواحد واثنين فكله برضو بالنما دايما فيه أمل إن شاء الله من إذا قدم ليه أي حد يقول له يلا قطت عمليات يلا نعمل عمليات لا لا طبعا ما فيش حاجة اسمها القرار السريع ده قرار السريع ده أبدا وخصوصا في العمود الفقري ما عندناش طوارئ دي يعني مش عين داخل فغيبوبة ولا ورم في المخ لا لازم التأني لازم أديله فرصته إذا استنفس كله فرص أو فيه أعراض مخيفة هقول له وبرضو ما فيه شاء الله بكرة دي يعني أي حد يقول له كده سيبه وامشي يقول رأي تاني وتالت وما فيش أسكله واحد للأسف مش حاجة الرأيه فأنت شوف حد تاني يقدر يفيدك بطريقة تانية بس إذا كان الأمر فعلا بي أربي وعلم حديث ينبغي أن تفهموه جيدا العلم الحديث في هذا المجال أعتقد أنه فتوحاته ستبقى كبيرة جدا في المستقبل القريب جدا والحاضر طبعا أنت نورتني وأسعدتني وكان حوارا ممتعا كالعادة ضيف العزيزة الكلمة العلماء الكبير الأستاذ دكتور أيمان عينب كان ضيفي في الدكتور البي أربي كيف يعمل؟ هذا ما سنترككم معه ونذهب إلى يعني نكمل الشاي بتاعنا شكدا وليه؟ خلي بالكم منظهركم وإوعى من البتاع الكبيرة الكورة الكبيرة دي إوعى منها خطر جدا 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 خلو ديما بالدكتور شكرا شكرا